نفت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الأخبار التي تم تدولها خلال الفترة الماضية بشأن استملاك قطعة 3 و 4 بمنطقة خيطان وأن هذا الاستملاك تم بمبلغ تجاوز 3 مليارات دينار وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أكد مدير الإدارة بالوكالة عادل حسن أن القيمة الإجمالية لاستملاك في خيطان بلغت نحو 421 مليون دينار ولفت الحسن إلى أن مجلس الوزراء أقر أن يبدأ استغلال القسائم المتوفرة بعد استملاك كامل للقطعتين والتي يبلغ عددها 1094 قسيمة للسكن الخاص وأن يتم بيعها عن طريق المزاد العلنية وذكرت وسائل أعلام محلية أن الموضوع تم تحويله إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع ضوابط بيع قسائم المنطقتين 3 و 4 في خيطان وأن من الضوابط المتوقعة عدم دخول وسطاء وتجار وعدم حصول الشخص الواحد أو العائلة الواحدة على أكثر من قسيمة وأن الطرحة في المزاد سيكون على مراحل وليس دفعة واحدة